السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد اليوم سأقص عليكم قصتي مع المشتريات هذا الدرس سيكون مختلف عن بقية القصص التي سبق ورأيناها في القناة بحيث أن هذه القصة تحتوي على الكثير من المفردات باللغة الفرنسية العامية وكذا عبارات فرنسية مهمة للغاية وتستعمل بشكل يومي إذن ففي هذه القصة لن يكون هناك احترام للقواعد الفرنسية المعروفة لأننا سنستخدم أسلوب عامي في التكلم هذا الأسلوب هو المستعمل عادة في الحياة اليومية بفرنسا إن كنتم من محبي اللغة الفرنسية العامية أو من الفضوليين الذين يريدون تعلم كلمات من الفرنسية العامية فهذا الدرس لكم لن أطيل أكثر و سنبدأ حالا أحل رنسية ما كن حصول مياه محبوب أحببت في الأمور أحببت في مجال يحببت في الأمور وقع إلى محبوب وقعي تحببت في مجال ولكنك تعلم تبعه كل وقت يحببت ويحبت 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 Je me serre la ceinture, tu vois. Mais quand arrive la période des offres estivales, c'est la folie. Je ne peux pas résister aux remises pour relouquer ma garde-robe. Mes économies s'envolent, comme par magie. Ce qui m'énerve le plus, c'est que je tombe souvent dans le piège des remises à 70% et je jette littéralement l'argent par la fenêtre en achetant des trucs dont je n'ai pas besoin. C'est comme si je perdais tout contrôle, impossible de me retenir. Mais bon, il y a quand même un hic à tout ça. Pendant les soldes, c'est toujours mission impossible pour trouver ma taille. Tout cela altère mon jugement et je rentre à la maison chargée de vêtements de tous les styles. Mais en fin de compte, je sais très bien que je ne les porterai pas. Allez, faut que je me raisonne pour les prochaines fois. C'est bien beau de profiter des bonnes affaires, mais faut pas se laisser emporter. Et voilà, c'était le texte que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui est le nom d'aujourd'hui. Si vous avez compris tous les mots, c'est une grande histoire d'amour. Ah, التسوق ou المشتريات. وأنا. C'est une grande histoire d'amour. إنها قصة حب كبيرة. Là, le verbe flâner, flâner, son synonyme. Se promener, التجول. Elfihl flâner yustachdamu عadatan حينما نتكلم عن التجول في المحلات التجارية. Flâner Dans les magasins, في المتاجر Voir les dernières tendances Ara ou رؤية أحدث صيحات الموضة Les tendances Et craquer pour quelques articles Craquer هذا الفعل Craquer يستخدم في الفرنسية العامة بمعنى الاستسلام للإراء هنا, طبعا, بمعنى شراء الشيء الذي نراه لأننا لا نستطيع مقاومة هذه الرغبة في شرائه Craquer Pour quelques articles لبعض المشتريات أو بعض الأشياء Mais tu sais quoi ? ولكن تعرفو ماذا ? Pendant toute l'année تَوَالَ الْعَام Je me retiens أَتَحَمَّل أو أَمْنَعُ نَفْسِ Je me retiens Se retenir مَنْعُ الْنَفْسِ مِنَ الْقِيَمْ بِشَيْئِنْمَ Se retenir Je me retiens C'est un verbe pronominal هذا الفعل رميري Je me retiens Et Je n'achète que l'essentiel وَأَشْتَرِي فَقَتَ الْأَشْيَاءَ الظَّرُورِيَ Je me serre la ceinture أَضْطَرُ لِشَدْ الْحِزَامِ هنا استخدمنا عبارة فرنسية تستخدم كثيرا وهي Se serre la ceinture شد الحزام Se serre la ceinture بمعنى محاولة عدم صرف أموال كثيرة أو محاولة عدم شراء أشياء كثيرة حتى نتمكن من ادخار المال Se serre la ceinture تُّ وَأَنْتَ تَرَى في الفرنسية العام التخفيضات الصيفية استِبَال استِبَال الصيفية سي لَفُلِي إنه الجنون Je ne peux pas résister لَيُمْكِنُونِ الْمُقَاوَمَةِ Alors, je ne peux pas résister au remise لَيُمْكِنُونِ مُقَاوَمَةِ التخفيضات پُورْ غُلُوكِي من أجل تجديد مَا جَرْدَرَبْ خيزانة مَلَابِسِي مَيزَيْكُونَوْمِي مُدَّخَرَاتِ سَنْوَال تَتَلَاشَ كَمْ بَغْمَاجِ بِطَرِيقَ سِحْرِيَة هنا أيضا استخدمنا عبارة فرنسية وهي كَمْ بَغْمَاجِ بِمَعْنَا أَنَّ شَيْئَنْ مَا حَدَثَ دُونَا أَنْ نُحِسَّ بِه وَلَا نَعْرِفْ كَيْفَ حَدَثَ كَمْ بَغْمَاجِ Ce qui m'énerve le plus أَكْفَرُ مَا يُغْرِبُونِي c'est que je tombe souvent وَأَنَّنِي رَالِيبًا مَا أَقَعْ dans le piège des remises à 70% أَقَعْ فِي فَخَّ الْخَصْمَ بِنِسْبَة سَبْعُونَ بِالْمِئَة وَأَقُعْ مُحَرْفِيًا بِرَمِي الْأَمْوَال مِنَ النَّافِذَة هنا أيضا استخدمنا عبارة فرنسية une expression idiomatique française جُتِي الْأَرْجَنْ par la fenêtre رَمِي الْمَال مِنَ النَّافِذَة بِمَعْنَى استِخْدَام أو صَرْفَ الْمَال دُونَ تَفْكِير جَتِي الْأَرْجَنْ par la fenêtre وَنَ اشْتَوْا دَتْتُرُكُ بِشِرَى أَشْيَاء الْكَلِمَة أو المُفْرَدَة لِتْتُرُكُ أو bien un truc تُستخدم كثيرا أيضا في اللغة الفرنسية العامية وهي بمعنى هنا في هذا السياق الْأَشْيَاء دُونَ جَنَي بَا بَزُوَن التي لا أحتاجها C'est comme si وَكَأَنَّنِي جَبَرْدَي تُوْ كَنْتُرُلْ فَقَدْتُ السَّيْتَرَة أو كل السَّيْتَرَة Impossible de me retenir من المستحيل منعي مَي بَن لكن حسنًا يَا كُمْمَمَا اِكْ أَتُوْسَا هناك مُشْكِلَة ما في كل هذا Pendant لِسَوْدَ خِلَى لَفَتْرَةَ التَّغْفِذَاتَ C'est toujours mission impossible من الصعب جدًا أو مُهِمَّا صعبًا أو مُستحِيلًا تُوْوِي مَتَاي الْعُفُور على مَقَاسِ لَتَاي يَا الْمَقَاسِ Et les magasins والمحلات sont بَنْدِ دَمَنْد مُسْدَحِمَا بِنْنَاسِ بَنْدِ هذه أيضًا كلمة تُستخدم في الفرنسية العامية وهي بمعنى مُسْدَحِمَ أو مُمْتَالِئًا C'est لِكَاو تُوتَال إنها فوضى تام مُسْدَحِمَةِ يُؤَثْفِرُ يُؤَثْفِرُ عَلَا حُكْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِلَيْهِ 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 في المرات القادمة سَوْفَ نَرَلْهُ هُنَا بعض أسئلات الفهم وَأَوَّلْ سُؤَال Quel est le problème que je rencontre souvent pendant la période des soldes? Quel est le problème que je rencontre souvent pendant la période des soldes? ما هي المشكلة التي اواجهوها دائمًا في فترة التخفيدات? السؤال الثاني لور des périodes de soldes comment vous comportez-vous généralement? لور des périodes de soldes comment vous comportez-vous généralement? خلال فترة التخفيدات كيف تتعاملون معها على العموم? هل تواجهوا نفس المشاكل التي اواجهوها أَم أنكم تسيطرون على أنفسكم بشكل أفضل? إذن لا تنسوا الإجابة على هذه الأسئلة في التعليق يمكنكم أيضا لتشجيع على مواصلة العمل الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الدرس مع المهتمين سنمر الآن لآخر كراءة لدرس اليوم أو لقصة اليوم حاولوا عدم الاعتماد على الترجمة والإستماع للقصة وفهمها فقط من خلال الإستماع آمل لن أجد إليها وأن لا أقل من أعودا. أحب في يتزولي في بائزن في جديد ثانيين وقوم بإيكار بعيدا. ليتلك هؤلاء أحبق لصبع الحديق وررائع وما يذهب الى تغيق رب. Mes économies s'envolent comme par magie. Ce qui m'énerve le plus, c'est que je tombe souvent dans le piège des remises à 70% et je jette littéralement l'argent par la fenêtre en achetant des trucs dont je n'ai pas besoin. C'est comme si je perdais tout contrôle. Impossible de me retenir. Mais bon, il y a quand même un hic à tout ça. Pendant les soldes, c'est toujours mission impossible pour trouver ma taille et les magasins sont bondés de monde. C'est le chaos total. Tout cela altère mon jugement et je rentre à la maison chargé de vêtements de tous les styles. Mais en fin de compte, je sais très bien que je ne les porterai pas. Allez, faut que je me raisonne pour les prochaines fois. C'est bien beau de profiter des bonnes affaires, mais faut pas se laisser emporter. Voilà mes amis, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous remercie. J'espère que vous avez eu un écran. J'espère que vous avez eu un programme لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء